انت عارف بقى ان شاء الهم ايه؟ بولي انت قلت كل ده على الهدف الاول اه هتقول ايه على الهدف التاني وانا بفرج على المبراه في الهدف التاني تمام؟ انا مش عارف همسك حد غلطان من كتر ما انا حاس ان فيه 1000 غلطان مش 11 ما هو عشان هو مش واحد بس الغلطان كل غلطان انتو فين يا جماعة كلكم فين؟ كل طبعا قالك حجازي عمل تاكلينغ غلط بس هو الحكاية اكبر من حجازي الحكاية من وسط المرعة اخر واحد غلط كان حجازي ده مشهد الاخير اه لا ده اخر اهو عشان كنة دايما الاخير بيشيل الصورة شوية كمل كمل فريم اللي بعد ده هنا برضو بتتكلم على عملية الضغط بص بص لا احنا هنا بنتكلم على بص بقى انا جايب لك منين قبل ما يتسجل فينا الجولة التانية اللي انت بتتكلم عليه بص دايما لعيبة موزنبيق بيستلموا فين وبيتحركوا ازاي و احنا فين دلوقتي دي الحالة الدفاعية بتاعتنا بندافع بطريقة اربعة اربعة اتنين عشان يسهل امور للناس الكرة مع موزنبيق الراجل اللي عيب مركز ستة الطبيعي ده ما يبقاش حر علشان ده المتنفس الوحيد ليهم وإلا هتكبره يلعب لعب عشواء ويحطه كرات طويلة صح كده؟ طيب قادي الاتنين بتوعنا افنين عرض الملعب محمد صلاح بيشاور بيشاور بييده مين اللي يطلع يقفل عليه؟ حمدي فتحي مين اللي يطلع يمسك الراجل ده؟ حمدي او تريزي جي هو قريب للاتنين يا حمدي يا تريزي جي امتى؟ في الديئة تلاتين هو الطبيعي يبقى حمدي عشان تريزي جي يروح لله هناك اللي عند خط التمازج عظيم جدا لانا بعمل عملية الترحيل في رأي كلها بتتحرك طب هل حمدي طلع؟ الفريم اللي بعده مطلع لهش وبالمناسبة تريزي جي بكتش مسك اللي على الخط كمان هل حمدي هنا طلع؟ هل حمدي في الكرة؟ انا جيب لك الفريم ده بس من لقطة بتاع الهدف الاول هل هنا عمل عملية الضغطة؟ او عمل اي حاجة لها علاقة بالقدرة الدفاعية؟ لا الفريم اللي بعد بص الكرة هنا كانت معانا الكرة كانت معانا اتقطعت بص على توزيعة لعيبتنا بعد ما يفقد الكرة احنا هنا واحد واحد في الديئة 58 بص لعبتنا بعد ما يفقد الكرة احنا طلعين اربع لعيبة طلعين لفوق بنتكلم على ان محمد حمدي فتح الملعب تمام؟ بص محمد حمدي فتح الملعب هنا تريزيجي داخل انسايد علشان مفروض صلاح يستلم ويحطها لتريزيجيين فراد اللي احنا بنتشتغل عليها طول الوقت كمل الفريم اللي بعده الكرة قطعت اللعيب التلاتة اللي في وسط الملعب اللي على خط واحد اللي جنب العيب اللي معاك كرة مش ممسوكي الرجل اللي في الجناح اليمين هنا ناحيتنا باخر الصورة مش ممسوك الرجل اللي في الجناح الشمال مش ممسوك الفرود مش ممسوك طب المجموعة اللي ورا دي بتعمل ايه مفيش اكبر محمد عبد المنم لم يتعامل مع الامر بشكل جيد لكنه اكبر عالخورة اللي بعده اكبر انه يطلع للراجل هنا بص محمد عمني امتلع هنا امتلع هنا طبيعا فسعمل ايه عمل مسافة كبيرة جدا في المسافة دي محمد حمدي اللي هو الاخر قدم واحدة من اسوق مبارياته مع منتخب مصر لسه رجع في الكرة مين اللي نازل يغط وراه محمد النني وده مش مكانه مش مكانه في الباكليفت الفريم اللي بعده الراجل عبال ما نزله عمني ام كان استلم سلم للراجل اللي بقاله ساعة واقف لوحده الفريم بقى محمد عمني ام عشان يرجع تاني مفيش ارجع معليش فريم كمان عشان يرجع تاني مستحيل لانهما عملوا باصة التانية بانفراد بص هنا هل الطبيعي لعيب بحجم احمد حجازي يا كريم وبقدرات احمد حجازي مش اقول لك بقى لا جاهزية ولا سرعة ولا اصل بطيء ولا كل الانتسيبيشن الف بي يعني انتسيبيشن يعني توقع مكان الكورة اللي الكورة رحوله وروح اقفل من بدري ولا استنى رح متأخر قوي واعمل التاكلينج ده وانا رايح كده كده الراجل اللي جاي عليها واحد على واحد لو زي ما كابتر عبد الحميد باشوني قال ده الف بي وده احمد حجاز ده حسن مدافقة في مصر طبعا انه مش تعمل التاكلينج يبين منك اخر واحد مليون في المية يعني خلاص بقى يمشي معا يعني حجز معا لحد حجز معا وفي كل حال من الاحوال لو انت قفلته بالمواجهة بالمواجهة بواسط الكورة بواسط الكورة خلاص حتى لو عملت فاولة اتخذ انظار مش طرد كمل بالفريم اللي بعده الراجل طبعا دخل غلط فالمنظر ده بقى في الاخر قبل ما نروح للفريم اللي بعده بتاع الهدف المنظر ده محمد منتهى الهرجلة والعشوائية وضغط مدارس ضغط مدارس كورة مش اقول لك ضغط ناشئين ضغط مدارس كورة طول المباراة مش غلطة طول المباراة انه يوصل في الاخر الراجل مركز التنازل هو في قلب الدفاع الراجل بكلفت لسه بيرجع وما كانش رجع محمد العب منه براجب يتماشى بعد وراجل خلاص بقى اللي بقى خلاص القصة انتهت يعني هو خلاص بقى قوت مش قادر يعمل حاجة الراجل بروح انفراد منين من على بعد 25 متر بتروح انفراد على متخب مصر تاني من هجمة هجمة ما كانتش بالسرعة الكبيرة اولي تقوله اصلهم اتضربوا ومش هجمة مرتد ومش هجمة مرتد اه ترانزيشن اتقطعت و بتروي عملوا عليك التحول لكنهم عملوا باس واثنين وثلاثة وتحركوا وبقى لعب مو زنبيق ما احترامش شديد لهم ما عندهمش لعيبة من الهاي كواليتي ده ما عندهمش غير اتنين لعيبة بيلعب في دورهم تسفق اوروبا ودوريات صغيرة واحد بيلعب في هاتلاتكم ازايك كمان ما بيلعبش والراجل ما هو واحد منهم والتاني بيلعب في دور البرتغالي بقيت العيبة بتلعب في دوريات درجة تانية ودرجة تالتة وفي الاخر راجل بيريح انفراد كل المرمى مفتوح بالنسباله بالنسبالي في اللقطة دي محمد شنوي لا يتحمل اي شيء في ما يتعلق بالهدف ده تحديدا كرة صعبة جدا الراجل رايح انفراد وتعمل معك كويس وخلاص هو هو وحطاب بقت رجل على السابتة لمحمد شنوي كرة انتهت بعد المنظر ده انا اقترك في البداية كل كلامي طبيعي بقى سلبي جدا النهاردة على كل اللاعبين لكن انا متفائل جدا 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 بان اللعيبة دي في لعبة كتير كبيرة في الفرقة حمد شنوي احمد حجاز تعرضوا لعشرات المواقف زي دي تكلم كمان على صلاح ولعيب زي صلاح ولعيب زي النيني موجودين في الفرقة زي تريزيجيه لا في خمس ستة عناصر سبع عناصر اداري ولمو الفريط وانا بقول لك تاني ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن هنكسب هنكسب غانا وهنكسب كابفرد رغم كابفرد اقدم مستوى ممتاز امام غانا النهاردة غانا مش في افضل حالتها غانا في تصفات كاس العالم خسروا مباراة من جزر القمر وكسبوا مباراة في الديها 7-9-1-0 امام متغشكر في تصفات كاس العالم اه عندهم نجوم اه عندهم عناصر ممتازة سمينيوف بورلموس وعندهم محمد قدوس كمان نهاردة موجودة موجود في الغالب في مباراته امامنا وده لازم نحذر منه عندهم عناصر كبديل وعندهم اناك ويليمز النهاردة نيزل كبديل عندهم جوردن ايو اندري ايو لأ عندهم عناصر كويسة جدا خاصة الاسماء الكبيرة اللي مجدها بلا فترة هيخش جوها البطولة زينا